مكتوب عن يسوع في سف رؤية سوف يخلط سماوات جديدة وأرض جديدة رؤية 21 الآية الأولى واثنين بطرس البطرس الثانية إصحاح ثلاثة ومكتوب الخليقة الجديدة تثبت إلى الأبد رؤية 2 آية 5 المسيح إخوتي وأخواتي كائن قبل الأكوان ليس له بداية كائن مع الآب وفيه منذ الأزل واحد معه في الجوهر خليني خليني أخذ يعني فرضا أو جدلا يعني في آية بالقرآن مأخوذة عن يعني الأساطير المسيحية اللي هي مكتوب المسيح خلق من الطين عملها هيئة الطير ونفخ لاحظ ونفخ فيه فصار طيرا بإذن الله سورة المائدة 110 فإذا المسيح خلق بغض النظر تقولي بإذن الله لو فرضا أو جدلا أنه بإذن الله بس نرى هنا أن المسيح أضاف مكونات عضوية لم تكن في الطير وهذا إن دل على شيء بدل أن يسوع المسيح هو الخالق أو في تعبيرك هو أحسن الخالقين فإذن واضح من كلمة الله أن المسيح له القدرة على الخلق وهو الذي يصنع المستحيل تعرفوا لما الرب يسوع قال للتلاميذ أن دخول جمل من ثقب إبرأيسر من غني أن يدخل ملكوت الله استغربوا فمن يستطيع قالوا من يستطيع أن يخلص قال يسوع الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله حقيقة أحبائي أن الإنسان إذا كان أمين مع نفسه وإذا كان صادق وبحب الحق وعاوز يتغير إذا أنت مجرد عاوز ترسل الأسئلة بتظن أنك راح تعجزنا لا لا إحنا مضبوط عنا صبر ومحبة فالكتاب يجيب عن نفسه هو كل ما عليك وظيفة صغيرة إنك تقرأ في الكتاب المقدس تقرأ في الإنجيل المقدس ورح تصطدم بهذه الشخصية العجيبة الفذة الفريدة أليس واضحا أحبائي في إنجيل يحنى في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله فالسؤال من هو كلمة الله يقول أيضا كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركهم يسوع هو النور هو مصدر الحياة هو رأس الخليقة الجديدة فهو بكر كل خليقة هو اللي إله السيادة والسلطان المطلق سواء عروش أم سيادات أم سلطين الكل به وله قد خلق لو سألتك اليوم طب شو مع حالتك أنت؟ وعلى فكرة يعني كتير آيات لم أقرأها لضيق الوقت ولكن حقيقة عندما تقرأ الإنجيل ترى وتكتشف أن يسوع الخالق نعم خلق من العدم وخلق من المادة وكون مكونات جديدة في عمليات الخلق لا يستطيع أحد أن يصنعها إلا الله وحده فإذا إذا قلنا أن المسيح يقدر أن يغفر الخطايا والمسيح يقدر أن يخلق حياة جديدة وأيضا يخلق أمور من العدم فلماذا تقاوم المسيح؟ وإذا أنت بتبعت هذه الأسئلة هل يميت أو يحوي أو هل يخلق من العدم هل مجرد أنت بتسأل فعلا لأن حقيقة أنت بتدور على الحقيقة عاوز تكتشف الحق ولا بتفكر أنه إذا أنت رميت لك جملة ولا جملتين كأنه واحد بيرمي حجر على قلعة حصينة جدا وبيتك من زجاج أحبائي المسيح يحبك وهاي الحلقة المسيح عم بيظهر أنه مهتم فيك وعاوز يجعلك خليقة جديدة عاوز أنه تكون ابن أو بنت للرب فهل تأتي إلى يسوع المسيح واتوب عن خطياتك وعسيانك وعدم إيمانك بيسوع هل تدرك أنك أنت خاطئ ضد المسيح قل له رحمني أنا الخاطئ تعال غيرني أسكن في قلبي وحياتي وساعدني أعيش من أجلك على فكرة بحب أسمع منك الرب يباركك اشتركوا في القناة